منتخب مصر إن شاء الله عايز أقول لحضراتكم بالنتائج لغاية دلوقتي حيقابل منتخب ساحل اللعب وأنا دايماً بفتكر يعني برجع بالزاقرة لما كنت لعب في منتخب مصر في 98 نفس ظروف منتخب مصر الحالية الدور الأولاني بست نقاط ويمكن أفتكر كانت المباراة الأخيرة في دور المجموعات كانت أمام المنتخب المغربي التعادل كان يخلينا في المركز الأول ودايماً كنا بنبص إحنا كلعيبة فأني بنبص دايماً إحنا نعتلي المجموعة علشان يمكن نقابل التاني من المجموعات الأخرى بعد المباراة أنا فاكر كويس قوي قوي الكابتن جوار يا الله يرحمه ويمكن بطول 98 من البطولات المميزة في تاريخ الكرة المصرية بعد خسارتنا من المغرب 1-0 كنت زعلان جداً جداً وأثناء بعد المباراة على طول كنت متنرفز ويمكن دقيقت شوية وكلمت اللعيبة إزاي نتغلب وإحنا كنا عايزين نطلع أول مجموعة مش عايزين نقابل ساحل العاج لأن ساحل العاج كانت هي في طريقنا وهي كانت من الفرق القوية جداً وكانت من أقوى الفرق الموجودة والفرق المرشحة للحصول على هذه البطول رحنا المعسكر كابتن جواري اجتمع بينا وقال لنا وقال لنا البطل اللي عايز ياخد البطولة يكسب أي فرق آه منتخب ساحل العاج منتخب كبير منتخب قوي لكن كمان انتو اللي عملتوه في دور المجموعات بيقول ان احنا منتخب قوي خلينا زي ما احنا ماشيين مركزين في كل مباراة مباراة بمباراة وان شاء الله نكسب منتخب ساحل العاج وفعلاً دا اللي حصل قابلنا ساحل العاج في دور التمانية وقدرنا نكسب بضربات الجزاء منتخب ساحل العاج منتخب كبير كان منتخب قوي جداً لكن اسم مصر يا جماعة كبير جداً اسم منتخب مصر مهما مرت الظروف اسم كبير وبيخلي أي فرقة في أفريقيا بتحترم هذا الاسم منتخب ساحل العاج في 98 احترمنا وكان يمكن احترمنا بزيادة وبدأت المباراة تاخد الشكل انهم خايفين يهاجموا واحنا كمان متحفزين لحد ما لغاية المباراة ما خلصت في وقتها الأصلي باتعاده وروحنا لضربات الجزاء والحمد لله فوزنا فوزنا مباراة ساحل العاج بدأنا نبص على البطولة من البداية نبص ان احنا ان شاء الله عايزين نحقق البطولة لكن تفتكروا 98 واجواء 98 قبل البطولة الكل كان بيقول وطبعا الكابتن جوهري بيه طبعا بشكل احترافي كبير جداً رفع الضغوط علينا وعلى طبعا البعثة بالكامل وصرح ان احنا راحين ناخد المركز الثلاثة عشر لكن جوانا من اول ما وصلنا واحنا عايزين البطولة ومباراة ساحل العاج كانت هي زي ما بيقولوا كده عنق الزجاجة اللي خرجنا منها وفعلا بدأنا نحس ان احنا اصحاب هذه البطولة يا رب ان شاء الله يكون هذا الاحساس وحتى لو قابلنا ساحل العاج فريق كويس فريق منظم شفناه يمكن والمباراة لسه ما خلصتش 3-0 امام المنتخب الجزائري بيقدم كورة جميلة جداً لكن تاني بقول ان المنتخب مصر اسم كبير كلنا امال كبيرة جداً ان شاء الله يوم الاربع ان احنا مهما نقابل اذا كان هنقابل ساحل العاج يعني لسه يعني اصدقائي في الاعداد بيقولوا لي النتيجة 3-1 لكن كمان بالنتيجة دا يات خروج المنتخب الجزائري الاهم زي ما بقول لحضراتكو مصر مصر اسم كبير واللعيبة اكيد عارفة الكلام دوت وان شاء الله باذن الله يوم الاربع نتعدى دور الستاشر وان شاء الله باذن الله هتفتح الطريق قدامنا باذن الله وان شاء الله تكون هذه البطولة بطولة المنتخب المصر ترجمة نانسي قنقر